بسم الله الاب والابن والروحة كدسة الله الواحد امين تحالي على نعمته وبركته من الايان وكل اوان ده هتدول كلها امين كل سنة حضرتكم طيبين عيد ابقنا الرسل لسه معيدين بيوم الجمعة والحد الاول من شهر ابيب بيتكلم برضو على الارسلية بتاعة السبعين الربنا يسوع ارسلهم ودهم التعليم اللي يمشوا بيها في عياتهم وفي كرازتهم وهي ارسالة لكل واحد فينا بيخدم وكل واحد فينا هو خادم مش بس خدام مدرس الاحد اللي في الكنيسة لا كله انسان مسيحي هو خادم بطبعه لانه هو لابس المسيح فسادي المسيح يقول انا جئت لكي ايه اخدم ليس لكي اخدم فكل واحد فينا متحد بالمسيح ليه علاقة قوية بيه هو بطبعه خادم مش محتاج ان هو يكون ليه اسم في كشفات الخدام في الكنيسة والنهاردة الكنيسة في السينكسار بتعيد بقديس عظيم وقديس امبا شنود رئيس المتوحدين ليه قول حلو يقول كن تويد النفس بسيط القلب متواضع في كل حين عشر الابرار وكل ما يحل عليك من خير او شر اقبله بالشكر واعلم انه لا ينالك شيء الا بسماح من الله وده ده المبادئ اللي عاش بيها الاباء الرسل عن طريقها عاش التلاميذ اللي بعديهم والاباء اللي بعديهم وكنيستنا حياة تسليم عشان كده امبا شنودة يقول ايه كن طويل النفس وطويل البال ودي سمرة من سمرة روح الكدس ان احنا يكون عندنا طول اناه فحلو ان الانسان المسيحي يطول باله يطول باله على نفسه ويطول باله على الحوالية لان ساعات احنا في حياتنا مثلا في خطية معينة مسيطرة علينا بيجينا زي يأس واحباط ان انا مش ببطر الموضوع دوت وبروح اعترف بيه بعمله تاني ربنا كان طويل الاناة علينا احنا كمان نكون عندك طول اناه على نفسك مش معناها الاستهتار والتهاون ولكن معناها ان انا اقدم توبة كل ما اقع لتشمتي بيه عدواتي لان انسا قدت اقوم حتى لو سبع مرات في اليوم يقول والصديق ايه يقوم وكون طويل البال على الحوالية لان طول الاناة دي علامة حب لو انا بحب لو قدامي هطول بالي عليه لو انا مبحبهوش يبقى مش هيكون عندي طول اناه فالحب يدي طول اناه لما واحد بيحب حد بيستنى عليه مرة واثنين وتلاتة واربعة ولو عندي ولد في البيت انا بعلمه حاجة معينة مش مش هفضل استنى مش هفضل ازهق من كتر ما انا قادر ان نقعد عشان ابني يتعلم حاجة معينة كن طويل النفس وبسيط القلب ومتواضع في كل حين ودي كلمة قالها ربنا يسوع تعلمه مني لاني ايه وديع ومتواضع القلب فهو من علامة التبعية للمسيح ان ان يكون ليه السفات بتاعته هيكون بسيط القلب قلبي بسيط مايفكرش في افكار شريرة دايما الحاجة بيمكن انا اقول هالك تتفهم بمفهومين يتتفهم بمفهوم غلط يتتفهم بمفهوم صح اذا هو واحد قال لواحد كل السنة وانت طيب ممكن يفتكر ان هو محتاج ايه بقاشيش وممكن واحد يفتكر ان هو واحد يعيد عليه فانت لو بسيط القلب هتاخد ان انت يعيد عليك اي حاجة فخلي دايما قلبك وفكرك بسيط ما تخليش دايما الفكر يزن السوء تقولي بس الشخص دوت عمل مواقف كتير والمواقف دي انا عرفته وفهمته بيها ان هو قصده حاجة تانية خلاص انت عرفته فانت بتتعامل معاه بحكمة برضو بحكمة الفضيلة محتاجة حكمة حتى المحبة محتاجة حكمة حتى في تربيتنا لولدنا مينفعش عشان انا احبه اديله كل اللي هو عايزه في وقت اكيد بيقوله لأ مش عشان حاجة الا عشان علمه حاجة معينة لكن مش بهدف او الكره او بسوق النية يكون بسيط القلب متواضع في كل حين عاشر الابرار عاشر الابرار دي برضو مهم قوي لان احنا بنتأثر بالجو اللي محيط بينا الانسان اللي يحيط بي ابرار هيكون بار الانسان هيحيط بي اشرار هيكون شرير لان الانسان بطبعه بيتأثر في اللي حواليه بيتعامل مع ناس اجتماعي بطبعه فانا لو اجتماعي مع ناس هيقربوني ربنا هقرب لربنا لو اجتماعي مع ناس هيبعدوني عن ربنا هبعد عن ربنا عشان كده بيقولك لازم تختار انسان صديق وفي يقربك للمسيح نتفق نحضر عشية مع بعض نتفق نروح قداس مع بعض حتى لو هنخرج نتفسح هنتفسح ونخرج كأولاد لربنا كلامنا هيكون مفهوش كلمات غلط فاذا عاشر الابرار دي وصية حلوة بيقولها انك ام بشد رئيس المتوحدين في القول بتاعه واخر حاجة يقولك وكل ما يحل عليك من خير او شر اجباله وبالشكر واعلم انه لن ينالك شيء الا بيسمح منها لله فكرة حياة الشكر على الخير وعلى الشر وفكرة سماح ربنا بكل شيء والآية اللي احنا كنين عارفينها وحافزينها ان كل الاشياء تعمل معنى الخير اللذين ايه اللذين يحبون الله فاذا مفيش حاجة بتحصل في حياتي الا بيسمح من ربنا حتى لو الحاجة دي انا شايفها شر لكن الله يحول هذا الشر الخير زي القصة اللي كلنا برضو عارفينها بتاعت مين بتاعت يوسف بعوه واترمى في البير وامرأة فوتيفارة بلت عليه وكل الكلام دوت ولما القول اللي شايف بقى اخواته في الاخر لما رحولوا مصر قال لهم انتم قصدتم بيه شرا ولكن الله قصد بيه خيرا فالانسان اللي يعيش بهذا المنطق بهذا المنطق انسان يعيش فرحان حياته كلها سواء في خير او في شر او في تجارب لان هو مش شايف ان ده شر شايف ان دي حاجة ربنا سامح بيها عشان هو يتغير وعشان حاجة لها علاقة بخلاصه فاحبائي يعني الاباء الرسل علمونا حاجات كتير والوصاية بتاعت المسيح للاباء الرسل جميلة جدا وقال ها انا ارسلكم مثل حملان وسط زئاب يعني لازم تكون حمل تبتقولي ده الناس اللي حوالي صعبين لازم اكون زيهم للأسف لو كنت زي لو هتبقى زيهم يبقى انت تخليت عن بنوتك لربنا يسوع المسيح عن بنوتك لله الاب انا ارسلتكم مثل حملان في وسط زئاب لا تحمله كيسا ولا مزوطا ولا احذية ولا تسلمه على احد في الطريق لازم يبقى ليكم رسالة واضحة هو ليه بيقول لا تسلمه مش عشان ما تعبروش الناس ده يعني عشان يبقى انت عندك عندكم رسالة واضحة لكن لو قفت مع ده تتكلم شوية وده شوية وده شوية وده شوية هتوه الهدف اللي انت رايح عشانه والهدف كان واضح وصريح وربنا يسوع قاله للي قبلوهم ولما قبلهمش لو الناس دول قبلتكم اعودوا عندهم وكل من عندهم واشربوا وعلموهم بس قلولهم حاجة مهمة توبوا لانه قد اقتربوا منكم ملكوت السموات رغب ان هم قبلوهم وناس حلوين طب الناس اللي رفضوكم انفضوا الغبارة اللي على رجلكم عندهم ولكن قلوهم برضو توبوا لانه اقتربوا منكم ايه ملكوت السموات يعني نفس العبارة ونفس القول قلول اللي قبلوكم وقلول اللي ايه واللي ما قبلوكمش وبعدين في الاخر بقى لما فرحوا ان الارواح الناجسة بتسمع ليهم قالوهم لا تفرحوا بهذا ان الارواح تخضع لكم بل افرحوا ان اسماكم مكتوبة فين في السموات يعني كأن ربنا الرسالة الواضحة والصريحة اللي عايز يبعثها لكل الناس ان اقتربوا منكم ملكوت السموات وان افرحوا لان اسماكم مكتوبة فين في السموات يبقى اذا عايز يرفع عننا فين للسماء عشان كده وانحنا في القداز في الانفورة اللي هي الصعيدة ابوني اقول ارفعوا كلوبكم نقول هي عند الرب لازم قلوبنا تبقى فين في السماء هالوقت القداز بس مفروض على طول انسان المسيحي قلبه في السماء يشبوها كده الاباء زي السفينة اللي لها هلب كده بتحطه في الارض عشان ايه عشان تثبت على الارض احنا الهلب بتاعنا بقى مش في الارض احنا الهلب بتاعنا فين في السماء عشان نثبت نثبت في المسيح والاباء الرسل بقى الميزة الحلوة ان هم كانوا متنوعين فربنا بيستخدم الكل بيستخدم بوترس سياد السمك واستخدم بولس الفيرسوف فما عندهوش تفرقة لكن كل واحد حسب ما ربنا بيدينه من نعمة بيكرز وبينتشر وكله مهم وكله مفيد زي اعضاء الجسم كده العين ما تقلش اهمية عن القلب ما تقلش اهمية عن المخ ما تقلش اهمية عن اي عضو في الجسم فدي الميزة الحلوة فبولس الرسول مثلا في النهاردة في البولس اللي اتقرى علينا النهاردة كان ليه طريقة بقى جميلة قوي بولس في اللي اتقرى علينا النهاردة من كرونسوس يقول استعبدت نفسي للجميع لاربح الاكسرين فصرت اليهودي كيهودي لاربح اليهود وصرت للذين تحت النموس كأني تحت النموس مع اني لست تحت النموس لاربح الذين تحت النموس وصرت للذين بينا نموس كأني بينا نموس مع اني لست بينا نموس بل تحت نموس للمسيح لاربح الذين بينا نموس صرت للضعفاء كضعيف لاربح الضعفاء صرت للجميع كل نوع لاخلص على كل حال قوم هدفه ايه أنه يخلص على كل حال كوم نفسه خلاص كل النفوس فاليهودي يتكلم معاه من خلفية يهودية ويجيب له النبوات ويجيب له المزامير اللي بتثبت المسيح ويتدرج معاه واحدة واحدة عشان يوصف الآخر أنه يؤمن بالمسيح ويترك طبعا بقال يهودية طب اليوناني اللي بيعبد الأوسان يقول لما رح لأسينة ولقى بيعبده أوسان كتير كان من ضمن الأوسان كتير إله اسمه إله لإيه؟ مجهول ف من الحلاوة بتاعت بولس والزكاء والزين ربنا كان من ديره الحكمة ديت أنه ما انتهر هو مش قال لهم أنتوا بتعبدوا أوسان ولهم أنا شايف أنتوا متدينين وبتعبدوا عايزين تدوروا على ربنا لدرجة أنتوا الأوسان اللي بتعبدوها بتقولوا يمكن يكون فيه ربنا احنا مش عارفينه نعبده كمان اللي انتوا بقى مش عارفينه ده أنا جاي إيه؟ أنا جاي أقول لكم عليه فكاد دخلة جميلة أوي وبعدين برضو جاب لهم قول من أكوال الشعراء بتوحهم قال لهم أنتوا بتقولوا أن الإله به نحيا ونتحرك ونوجد هو ده الإله اللي انتوا ما تعرفوش به نحيا ونتحرك ونوجد لأنه هو لدينا الحياة وهو لدينا الحركة وهو لدينا الوجود ربنا يسوع المسيح فاللي يقعد يقرأ كده في كلمة ربنا ويتعلم منها ويتعلم من أباء الرسل إزاي كانوا بيخدموا وإزاي فعلا كانوا متضعين جدا وإزاي فعلا كانوا متكدين عن ربنا جدا ومش بقوتهم بيعملوا حاجة مش بقوتهم لكن بقوت الروح الكدس اللي بداخلهم هو قال لهم كده ما تخافوش لأني أنا معكم وأنا هتكلم على أفواهكم فكانوا في حالات تسليم كامل لربنا بيقعوا خشوا ويتكلموا وقداموا لهم يقولوا كله لا بدون أي خوف ودي رسالة لنا إحنا أيضا يا حبائي أن الإنسان المسيحي اللي جواه روح ربنا اللي مرتبط بربنا جدا لا يخاف شيء لا يخاف شيء مدام أنا روح ربنا جوايا ومتبع تعليم ربنا يسوع وعرفها وبعيشها في حياتي أخاف من إيه حتى لو أنا كنت حمل في وسط زقاب أنا واثق أن ربنا هيحميني زي دانيال فين في جوب الأسود هو حمل وسط إيه بقى مش زقاب وسط أسود إيه اللي حصل إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود لأن أنا جوايا روح الله فأنتوا محبائي محفوظين في اسم ربنا تقولي طب بالشرور اللي حولينا والأمراض اللي بتجلنا والحوادث اللي بتجلنا دي بتجي لك وبتجي لكل الناس دي بتجي لنا عشان إحنا على الأرض عشان إحنا لسا لابسين الجسد الضعيف لكن الجسد ده لو انتهى خلاص أنا صرت منطلق من منطلق في السم مع ربنا فأنتح بقى تعاليم كتيرة وحاجات حلوة عايزين ناخدها في حياتنا وأختم تاني بالقول اللي قاله الأن باش ندر إيس المتوحدين كن طويل النفس بسيط القلب متواضع كل حين عشر الأبرار وكل ما يحل عليك من خير أو شر اقباله بالشكر وأعلم أنه لن ينالك شيء إلا بسماح من الله ولربنا المخدد دائمين لأبد أمين